اشتركوا في القناة اول اشي احنا حلقتنا بتتقسم لثلاث اقسام القسم الاول اللي هو هذا اللي احنا موجودين فيه اللي هو ثلث الاول هاد موجود في كل الفيديوهات لكل الابراج لكل شيء لانه هاي مقدمة بتشمل كل شيء عشان ما ظلش اعيد في نفس الحكي في كل حلقة لكل برج فباخذ الجزء هاد بنجله انا بحطه في كل التوقعات اول شيء اللي احنا منحب نحكي اذا انت حب ما بدك تسمع الابراج الكواكب الموجودة والزوايا والتأثيرات والتنقلات ما تسمع المقدمة الاولى ولا المقدمة الثانية اروح على الثلث الاخير واسمع التوقعات الاسبوعية لحالها وتفي بالغرض بحاول انا ادمج لك اياها بشكل مبسط هيك يعني وبشكل سلس وبحاول اجيب لك كل اشي العلاقة بتأثيرات الكواكب والزوايا احط لك اياها في التوقعات الاسبوعية فاروح على التوقعات الاسبوعية واسمعها اللي بحب يسمع معلومات عشان يتقف وعشان يفهم كيف علم الفلك وكيف منشتغل وكيف التأثيرات او شو سبب التأثيرات اللي بتصير عليه طولة الفترة هاي بقدر يتابع اللي هو الجزء الثاني اللي احنا بنحكي فيه عنه عن الكواكب وين موجودة في اي بيت لاله كل بيت هذا ايش التأثيرات اللي بسويها عليه ان كان ايجابية او سلبية بالنسبة للتوقعات انا ما بجامل فيها يعني اللي بنتظر انه هو بدي يسمع اشياء ايجابية فقط لا غير وامدح له او رجي الدنيا البحر الطحيني واخلي يعيش انه يعني كل كنوز الارض وكل الارباح وكل العاطف وكل الدنيا طبعا هذا الاشي مش رح تجده عندي اذا برجك بحكي هذا الاشي رح احكيه لك ايا اذا بحكي عقص هذا الاشي رح احكيه لك ايا لانه انا بالنسبة للي لا بجاملك ولا رح اجاملك ولا مستعد اني انا اجاملك لاني انا بدي اعطيك اشي انت تستفيد منه يكوني حاكي الواقع تبعك او الوضع تبعك فعشان هيك اذا انت مش عاجبك عادي جدا اطفل فيديو واطلع منه مش اني يعني انا بتعالى عليك او انا بدي اسمعك حكي او يعني متجمل عليك لا على اساس انك انت ما تضيع وقتك وفي نفس اللحظة ما تنزل في الاخر يعني انه ما فهمت اشي وما عجبتك الموضوع او ما عجبتك الطريقة روح ابحث في قنوات فيه اشخاص ممكن بوصلوه لك المعلومة احسن مني انا الاشخاص اللي متابعيني واللي بعرفوا الاسلوب بتاعي بعرفوا انه انا بالتوقعات اليومية انا بعطيك 12 توقع او 12 بيت بشرح لك كل الاوضاع الحياتية تبعتك طول اليوم وكل الاحتمالات اللي ممكن انت تئما تستفيد منها او انك تكسبها او تحتاط منها عشان برضو المسألة الاخيرة اللي هي الطالع اللي هي المسألة المشكلة الاساسية لكل واحد بيجي بيسأل بيقول لي انت بتحكي عن البرج ولا عن الطالع شو الفرق بين البرج والطالع لما انا بحكي توقعات هي هي اذا بدي احكي عن البرج بدي احكي توقعات ولما بدي احكي اذا انت طالعك مثلا لنفترض جدي وطالعك لنفترض انه جوزة مثلا واجيت انا بدي احكي بدي احكي برج الجديد وبدأ احكي الجوزة فانا هيك حكيت البرج وحكيت البرج ولكن انت بالنسبة للك البرج الثاني هذا صار طالعك فعشان هيك بتروح بتسمعه اذا انت حابب تسمعه الان اللي ما بيعرف طالعه ما يكتب عشان انا اطلع له طالعه لانه استخراج الطالع يعني انا في عندي مهام مش سهل اني انا اقعد استخرج الطالع لكل واحد في اشخاص على القناة يعني اعضاء موجودين هدولا بساعدوا بعد مرات لاستخراج الطالع انا عشان اسهل عليك المعلومة في صندوق الوصف انا حاط لك رابطين رابط بشرح لك موقع وديك على موقع عشان تستخرج منه طالعك ورابط بشرح لك كيف تستخدم الموقع هات اذا انت ما بتعرف لا هاي ولا هاي حاط لك رابط في جدول بتقدر من خلال الجدول تاخد لاقرب منزل الى الطالع تبعك وصفات الطالع موجودة برضو بتقدر انت تسمعها وتتأكد انه هذا بنطبق عليك ولا ما بنطبق عليك خلينا عشان ما نطيل المعلومات خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية اول اشي عشان نحكي عن وضع الكواكب برج السرطان طبعا معروف انه الشمس موجود عندك في بيتك الاول راح تنتقل للبيت الثاني ولكن وجودها في البيت الاول ومقابلتها مع الزوايا هاي احدثت لك بعض التقلبات على مستوى المزاج وعملت بعض المشاكل وبعد التقلبات النفسية وممكن فيه منك ودخل في مرحلة الاكتئاب او الضغط النفسي او احدثت له بعض المشاكل الشخصية طبعا انتقالها للبيت الثاني اليك يوم الاربعة بتعزز الامور بشكل مفاجئ وبتطور الامور بشكل قوي جدا وابتداء من اليوم طبعا راح تشعر ببعض التغييرات ولكن انا بقولك انه انتظر للفترة القادمة بكون افضل لانه راح تحس بالفارق وخصوصا انها راح تدعمك على المستوى الشخصي وعلى المستوى المالي وتحل بعض المسائل المالية او التقلبات المالية اللي عانيت منها بالفترة الماضية يعني ممكن تجيب لك بعض الفرص المالية او بعض الدعم المالي بشكل قوي اما بالنسبة لعطارد اللي موجود في البيت الاول اللي كان يتراجح برضو من الاسباب اللي اثر عليك بشكل سلبي بالفترة الماضية الرجع لعملية التقدم فعشان هيك راح يدعمك على مستوى الشخصية راح يعطيك دافع وقدرة على الاقناع وسرعة بديها عالية وبرضو قدرة على الاندماج بالمجتمع بشكل رائع جدا يعني لدرجة انه ممكن تحقق انجازات كان صعب انك تحققها بالفترة الماضية اما بالنسبة للزهرة الموجودة في بيتك 12 واللي بتدعمك على مستوى مجالات اللي ها علاقة بالعمل والها علاقة بالوضع الصحي فممكن تجد حلول لمسائل اللي ها علاقة بالعمل او عمل جديد او قدرة على انجاز اعمال كثيرة بالفترة القادمة وممكن برضو حل لبعض الامور الصحية او تتجاوز بعض المتاعب او المصاعب الصحية اللي عانيت منها بالفترة الماضية اما بالنسبة للمريخ اللي موجود في البيت العاشر فهو اللي احدث لك بعض المشاكل على مستوى العمل وخلى فيه نوع من انواع التجارب الصعبة على مستوى العمل وعلاقتك ببعض الاشخاص اللي بيشتغلوا في بعض المؤسسات او اجل عليك ايش الى علاقة باقامة او اقامة عمل مثلا او توقيع عقد او امور الها علاقة بالمشاكل ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة الى البيت السابع بيت الشراكي وهو اللي موجود مقابلك مباشرا اللي هو برج الجدي اي عندك المشتري وبلوتو وزحل بتراجعوا هدولة الثلاثة فمشاكلك على مستوى الشراكي والخلافات اللي صارت ما بينك وبين شركاء المال والعاطفي يعني ما بين الازواج تحديدا او ما بين المتزوجين سببها تواجد هاي الكواكب اللي احدثت كثير من الفروقات والمشاكل بالفترة الماضية اما بالنسبة لنبتون الموجود في البيت التاسع فهو حط اوهام او حط بعض الاشياء اللي علاقة بالخوف وترددك من العمل اما مع مؤسسات كبيرة او مؤسسات تعليمية او شركات الها علاقة بالاستراد والتصدير او مؤسسات تعمل دورات مثلا اتقلب المزاج عندك او دخلت بنوع من انواع الشك او نوع من انواع تقلب المزاج اثناء تعاملك مع بعض الاشخاص اللي بيشتغلوا في هاي الاعمال او مع اشخاص خارج البلاد او في اتصالاتك او مع احد افراد العيل يقلقت عليه بالفترة الماضية اما بالنسبة لأورانوس اللي موجود في بيتك 11 فهو اللي خلى فيه تقلب بالمزاج اثناء التعامل مع الاصدقاء يعني اما انك انت بتجد علاقات وبتكون العلاقة لانه هو بعمل تقلبات اما انه بتجد علاقة وبتتعرف على اشخاص بشكل جيد وبدعموك بقوة هائل جدا بالفترة هاي او بنهي علاقة قديمة ما بينك وبين صديق بشكل مفاجئ ومباغت بدون سابق انذار لهذا الموضوع هيك منكون انتهينا من جزء الثاني خلينا نروح على الجزء الثالث اللي هي التوقعات الاسبوعية ايش حركة القمر يعني بدها تعمل خلال هذا الاسبوع الا انه بداية الاسبوع يعني فترة رح تكون مش سهلة يعني من صباح اليوم الخميس وحتى عصر يوم السبت القمر رح يكون موجود في الجوزاء اللي هو ببيت متعبك يعني بمعنى انه من يوم السبت الاجواء بتصير ايجابية وبتدعمك بقوة اما من اليوم ليوم السبت الفترة هاي بنال التعب منك بتكون تضعوا سلة من الاولويات للعمل الضروري والعاجل بتكون تنتبهوا كثير الى غذائكم وراحتكم بتشير القمر الى ركود وتأخير في سير بعض الامور حاذر من التراجع الصحي والمعنوي استريح بعيد عن الاضواء وما تختلق اعذار للهرب من المسئوليات والمهامات اما بالنسبة من عصر يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر خلص بصير موجود عندكم بالسرطان فعشان هيك بتصيروا عندكم او بتصيروا مشحونين بنشاط وحيوية وقادرين على انجاز الكثير من مشاغلكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ترتفع المعنويات والاجواء واعدة بحسم ايجابي او انطلاقة لعمل او صفحة جديدة بتحمل هاي الفترة تقدم واخبار جديدة بتعيد النشاط لحياتك اليومية وتعتبر هاي بداية انطلاقة جديدة اليك لمرحلة قادمة بتكون كلها لمصلحتك اما من مساء يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الاربعاء على الخميس القمر بصير موجود في الاسد فعشان هيك الفترة هاي بصير فيه فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك بتكون تحذروا من اي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي اهمش انك ما تتسرع بتوظيف الاموال بدك تدقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ اهمش انك تتفاعل اما من ليل يوم الاربعاء على الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر بصير موجود بالعذراء فعشان هيك بتكونوا اكثر وعي على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن لا تدخلوا في نقاش حاد مع اخ اوجار بتسجل الفترة هاي اليك لقاء مهم او اتصالات مفيدة تجري ابحاث ومفاوضات ناجحة بتقوم بزيارة او بتلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة وتدعمك للفترة المقبلة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء سوى الى اللقاء وحفظه الى اللقاء توقعاتنا او اللقاء ان في Vadت